موضوعنا التالت بقى عن الدلالات المرضية لتغير لون البول الله هو احنا مركزين على الموضوع ده بالمرة طالما جبنا سيرة القلم المصاحب للتبول فقلنا بالمرة طيب ما نعرفكم علومات حلوة برضو عن انه احيانا لون البول لو تغير ده بيكون له دلالات مرضية خلاص؟ انا هنا مش بتكلم على انه تغير لون البول بسبب مثلا حاجة طبيعية مثلا بسبب اكل حاجة معينة زي البنجر مثلا البنجر بيخلي لون البول محمر جدا البنجر ده مفيد جدا على فكرة مليان حديد البنجر المسلوق لازم يتسلق كويس او خلاص؟ او ان الطفل او طفلة بعد الشر يعني يكونوا بياخدوا دواء معين فالدواء ده بيغير لون البول خلينا بس نتكلم ونقول ان اللون الاحمر الخفيف او البرتقالي لون محمر بسيط او لون برتقاني ده بيكون اللون يعني بنلحظه في الايام الاولى من بعد الولادة بنلحظه في الحفزات خلاص؟ وده في الايام الاولى ملوش دلالات مرضية دي نقطة بس مهمة ان الامهات والاباء اللي عندهم اطفال لسه موليد جدد في الايام الاولى انا بقول له شرط في الايام الاولى يعني بالكتير قوي اول اسبوع من الولادة او اول عشرة ايام ممكن نلاحظ ان فيه لون برتقالي او لون احمر خفيف جدا جدا في الحفزة هل ده لودة لالا مرضية؟ لا ده بيحصل ببساطة ليه؟ نتيجة تفاعل املاح اليوريت فاكرين املاح اليوريت اللي لسه مكلمين عنها مع حضراتكم في الجزء اللي فات من الحلقة القسم الثاني على طول املاح اليوريت دي بتتفاعل موجودة في البول بتتفاعل مع الهوى هتقولوا ليه الله فبليه بعد كده بتعملش لون؟ هقول لكم لانها في الفترة الاولى الايام الاولى بتكون مركزة املاح اليوريت بتكون مركزة في الفترة دي فالتفاعل مع الهوى الجوي خلاص الهوى يعني انها خرجت من الجسم مش الهوى النواية يعني الشبابيك مفتوحة والمروح وكده لا الهوى بالنسبة لنا انها طلعت من الجسم بيحصل تفاعل خلاص فتؤدي الى وجود هذا اللون دي نقطة مهمة قوي خلاص كده طيب لكن بعد كده بعد كده تغير لون البول ممكن يكون بسبب حالات مرضية او حالات غير مرضية زي ما قلنا وهنرجع نقول تاني